شريح بن حارس الكندي ولد في اليمن ومات أبوه وهو في العاشرة من عمره استولى عمه على مال أبيه فشعر شريح بظلم كبير وسيطرت عليه فكرة العدل الذي تستحيل الحياة بدونه سمع أن علي بن أبي طالب جاء من المدينة المنورة يدعو أهل اليمن إلى الإسلام فأسرع إليه يسأل عن هذا الدين الجديد أتل علي شيئا من كتابكم قال علي يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يأمر بالعدل وينهى عن المنكر والبغي أضاف علي ويقول تعالى أيضا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل العدل مرة أخرى وماذا يقول رسولكم؟ كان علي يعرف قصة شريح مع الظلم فجاءه بالحديث المناسب يقول الرسول إنكم تختصمون إلي فأيما رجل منكم اقتطعت إليه حقا من أخيه لم يكن يستحقه فكأنما أقتطع له قطعة من النار يطوق بها يوم القيامة والله ما سمعت أحق ولا أعدل من ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أسلم شريح وهو في الثلاثين من عمره وسافر إلى المدينة المنورة في الخامسة والثلاثين لم يرى الرسول قبل وفاته وظل منذ إسلامه عاكفا على جمع ودراسة كل آيات العدل في القرآن السلام عليكم يا شريح هذا يا أمير المؤمنين خير من يحكم بيننا أمير المؤمنين؟ كان عمر بن الخطاب يقف غاضبا وقال لشريح اسمع أيها الرجل إني لا أعرفك ولكن بائع الخيول هذا أصر أن تحكم بيني وبينه فهالم إلى بيتي لا والله لا أحكم في بيت أحد المتخاصمين حتى لو كان أمير المؤمنين نظر عمر إلى شريح وأعجبه ثباته ومنطقه اشترى مني أمير المؤمنين فرساً ثم جاءني بها بعد دقائق وهي تعرج ويريد ما له الذي دفع قال عمر بغضب نعم لقد خدعتني وأعطيتني فرساً مريضة عندما اشتريتها منه هل كانت تعرج؟ قال عمر لا إذن خذ ما ابتعته منه وانصرف أو رد عليه بيعته قال عمر مستنكراً ماذا تعني؟ أعني أنه لا حق لك عنده فإما أن تنصرف بالفرس الآن أو تردها عليه سليمة كما أخذتها منه سكت عمر وتأمل منطق وشجاعة شريح فقال والله نعم القاضي أنت من أين جئت بهذه الحكمة؟ من دراساتي لأحكام العدل في القرآن والسنة لسبع عشرة سنة سأله عمر هل كنت تعد نفسك لتكون قاضياً؟ أبداً ولكن العدل صار قضياتي منذ طفولتي ظلمت كثيراً وبقيت أحلم بالعدل ينصفني اللهم استرنا والطف بنا اللهم استرنا والطف بنا زوجاتي العزيزة شريح ماذا فعل بك أمير المؤمنين؟ أمر بتعييني قاضياً للكوفة المدينة الجديدة؟ نعم قال إنه يخطط لأن تكون العاصمة الجديدة للدولة الإسلامية وهل سنسافر إلى الكوفة؟ بإذن الله بعد أن وافق عمر على شروطي وماذا اشترطت على أمير المؤمنين؟ أن يكون هناك دار مستقلة للقضاء بدلاً من أن يقضي كل قاض من بيته ستكون أول دار مستقلة للقضاء في التاريخ؟ نعم ولكن ما الذي جعلك تفكر في ذلك؟ قرأت سيرة نبينا داود في القرآن عندما دخل عليه الخصمان فتسلق صور منزله ففزع منهما فلم يستطع أن يحكم بالعدل لأنه فوجئ بهم ولو كان متهيئاً للقضاء في دار قضاء مستقلة ما وقع في هذا الخطأ؟ فكرة جيدة وماذا سيكون شعارك في دار القضاء الجديدة؟ سأكتب لافتة كبيرة وأضعها خلفي إن الظالم وإن حكمت له ينتظر العقاب وإن المظلوم وإن حكمت عليه ينتظر الإنصاف مات عمر وظل شريح قاضي قضاء الكوفة في عهد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب الذي نقل عاصمة الخلافة من المدينة إلى الكوفة ودخل عليه ذات يوم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين متخاصماً مع يهودي اتهمه علي بأنه سرق درعه هل سرقت درع أمير المؤمنين أيها اليهودي؟ لا والله إنها درعي أنا قال علي بل درعي أنا هات شاهدين على ذلك يا أمير المؤمنين قال علي عندي شاهدان عندي شاهدان ابني الحسن وخادمي آخذ بشهادة الخادم ولا آخذ بشهادة الحسن غضب علي وقال لشريح في استنكار ماذا؟ إنه الحسن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة هذا في الآخرة ولكني أحكم الآن بينكما في الدنيا ولا أعتد أبدا بشهادة الأبناء قال علي ولكني ما عندي شاهد ثالث إذن فالدرع لليهودي قال علي ألا تصدقني أيها القاضي؟ أشعر أنك صادق وأعلم أنك ما كذبت أبدا ولكني أحكم بشهادة اثنين لا واحد فقط شيء غريب قاضي المسلمين يقضي ضد خليفة المسلمين لصالح واحد من عامة اليهود هكذا علمنا الإسلام قال الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل خذ درعك يا خليفة المسلمين والله إنها لدرعه وأنا الذي سرقتها منه والله إن هذا الدين لأحق أن يتبعه أشهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وبعد سنين طويلة كان شريح يقضي في مسألة دين وكان ابنه طرفا فيها فحكم شريح على ابنه بالسجن السلام عليك يا بني وعليك السلام يا أبي جئتك بالطعام الذي تحبه أمشفق أنت علي؟ بالطبع إنك ابني الوحيد إذن لماذا حكمت علي بسجن شهرا كاملا؟ لأنك ضامنت صديقك في دين ثم هرب ولم يؤده لصاحبه والضامن يحل عليه العقاب حال هروب المضمون ولكن ابنك الوحيد كما تقول ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها؟ ظل شريح قاضيا على الكوفة ستين سنة وصل عمره إلى مائة وسبع سنوات وما زال يقضي بين الناس بالعدل والحكمة وعلم منطق القضاء لجيل كامل من تلاميذه يكفينا عمل اليوم يا أستاذي أمامنا قضايا كثيرة لم ننظر فيها عندي لك خبر أعتقد أنه سيحزنك ماذا؟ خليفة المسلمين يزيد بن معاوية عين الحجاج واليا على الكوفة لا حول ولا قوة إلا بالله إذن أتقدم باستقالتي من القضاء ماذا تقول يا شيخانة؟ لقد مكست ستين سنة في القضاء ولم تتركه أبدا لا أستطيع أن أحكم بالعدل وحاكم المدينة ظالم تقصد الحجاج؟ مثله لن يدعني وشأني سيتدخل في أحكامي وهذا ما لا أقبله أبدا شفاك الله يا أبي لم أرى رسول الله في الدنيا تأخرت عن السفر إلى المدينة خمس سنوات بعد إسلامي وفي طريق إلى المدينة المنورة جاءني خبر موته صلى الله عليه وسلم أدع لي أن ألقاه في الجنة لك الجنة إن شاء الله لقد عشت ستين عاما تحكم بين الناس بالعدل ولكني أذكر الآن قضية حكمت فيها بميل عاطفي وأخشى أن لا يسامح لله لا يا أبي الله غفور رحيم وقد عشت عمرك كله تتحرى الحق وتعمل بكتاب الله وسنة نبيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مات شريح مات بعد شهر واحد من اعتزاله القضاء وكأنه عاش في الدنيا ليكون قاضيا وترك الدنيا لما ترك القضاء ترجمة نانسي قنقر